طيب في حالة واحدة بس عايزة أخد رأيك فيها النهاردة فطرد أحمد سامي في مباراة بيراميدز هتقولنا يا جماعة الحالة بتاع الطرد أحمد سامي في مباراة بيراميدز النهاردة وهوها سيراميكو لبطرة عشان الطرد الناس كلمت عنه كتير مش عارف حالك شفتها ولا لعب سادي نشوفها مع بعض أولا اللعبة دي ما فيش فيها فاول على المهاجم استمر اللعب دلوقتي نوقف لأننا نرجع الصورة بالمكان الحكم في مكان ممتاز ارجع بس بالصورة لخطوتين ورا كمان كمان لحد ما توصل لعب سيراميكو كمان ارجع كمان ارجع كمان ارجع لسيراميكو وبيطلعها كرمسا اليد دلوقتي فاضة طبيعي اليد دلوقتي فاضة طبيعي اليد دلوقتي فاضة طبيعي اليد تحركت عشان تاخد مساحة تمنع الكورة الكورة دي داخل لاجون وبالتالي دي منع فرصة محققة لتنزجي الهدف يعاقب عليها اللعب أولا بركل الجزاء وكرتة أحمر للي معنى فرصة محققة باستخدام اليد وبالتالي كان قارب صاحبه من حاكم المبارا هو كان موجود صبح العمروي موجود في مكان ممتاز فشايف كواس جدا وخدت قارب في الملعب وده مهم عندي فاهمنا كابتن جاد نوضع العقوبة المزدوج عشان دايما بطلعبط فيها احنا فهمنا انه اللاعب دلوقتي لما ياخد ضرب الجزاء ما يطرتش عشان يعني ما يطرتش لما يكون فيه منافس على الكورة منافس عن ايه بنزل تاكلنج على الكورة مجيبتش إنه اللاعيف ستكون منافس على الكورة ايه طول مفيه منافس على الكورة يبقى مفيش عقوبة سلسياء يبقى فيه الرجل الجزاء وانتظاء ايه حتى لو فرصة محققة الرجل رايح بفرصة محققة ما دبقى فيه فع оказل سلساء امتى بترد في الرجل الجزاء دفع مفيش منافس على الكورة مجدق من وره ايه او ماسك مفيش منافس على الكورة مش هاتف شدي من ورا ما ننجحتش في اللعب الكرة ووصلت راكل الجزاء ما فيه منافسة على الكرة دي تعاقب راكل الجزاء وانزار